وكانت القوات الجنوبية في أبيان قد أطلقت حملة أمنية مشتركة موحدة بين قوات أمن أبيان والقوات الخاصة وقوات الحزام الأمني لتطهير مناطق واسعة في المنطقة الوسطى بالمحاطدة وتمكنت الحملة من تطهير وتمشيط مناطق واسعة في مديرية الوضيع ولودر وعكد حيث تمكنت القوات المشتركة من نشر قواتها لتعقب العناصر الإرهابية والتي اتخذت من الأودية والشعاب مقرا لها حيث تسلمت القوات المشتركة مواقع عسكرية في الوضيع وعكد ولودر حسب القطاعات المنتشرة وأكدت القوات المشتركة استمرار عملياتها العسكرية والأمنية بهدف تأمين كافة المناطق في أبيان وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار